نظم المركز الثقافي اليمني في القاهرة ندوة بعنوان البلاغة والحرفية بين الأدب والسينما في إطار الفعاليات الثقافية التي تستهدف أبناء الجالية اليمنية في القاهرة وأكد نائب مدير المركز نبيل سبيع أهمية موضوع الندوة لطلاب كليات الأداب والمختصين في النقد والأكاديميين والمهتمين بالفن السينمائي بشكل عام موضحا أن هذه الندوة هي بداية سلسلة ندوات ومحاضرات ثقافية تستهدف شريحة واسعة من المهتمين بمجال السينما والأدب والفن مشيرا إلى أن هناك تعاون قائم بين المركز وأكاديمية الفنون في القاهرة عبر عدة نشاطات منها ورشة لكتابة السيناريو ستعقد مطلع يناير القادم